نشر المركز الآلمي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن الكثير من التوضيحات التي تصلت الضوء على التيسيرات الجديدة التي قدمتها الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج والرغبين في استيراد السيارات وذلك استجابة لملاحظاتهم أوضح التقرير أن القرار ينص على السماح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي وهي معفاة من الضرائب والرسوم وأشار التقرير إلى أن التعديلات على القرار تنص على إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المحول منه المبلغ فضلاً عن إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمة من المصري المقيم في الخارج ترجمة نانسي قنقر